محمد بن العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمقولة لا سلام على طعام هل هذا هو حديث و ما حكمه محمد بن العين بارك الله فيك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سلام على طعام و إنما هذه عبارة من عبارات العوام يطلقونها إذا دخلوا مجلسا أو مكانا و أهله يأكلون يقولون لا سلام على طعام فلا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم الأمر الثاني بالنسبة للسلام على الطعام يختلف باختلاف طبيعة السلام فإذا كان السلام مصافح و معانق فلا هذا يكره أن تقيم شخص من المائدة و من طعامه لتعانقه أو لتقبله من حيث الفعل أما من حيث الكلام فنعم سنة يقال السلام عليكم السلام عليكم و يردون و هم يأكلون فقضية لا سلام على طعام إذا كان لا سلام بالفعل مصافح و معانق نعم صحيح أما لا سلام بالكلام طيب هذا الذي قال لا سلام على طعام هو الذي سلم أو الذي تكلم هو الذي قال لا سلام فهل يعجزوا أن يقول السلام عليكم مثلا و بالنسبة للكلام على الطعام مشروع و لله الحمد و المنه و بعض الناس يكره الكلام على الطعام و هذا لا أصل له و لا وجه له أيضا و لذلك يجوز للناس أن يتحدثوا بل بعض العلماء استحبئي ناس الضيف على الطعام بالكلام معه ليشجعه على الطعام و ليكسر حاجز يعني الشيء الذي عند بعض الغربة فيتكلم معه و من جملة ذلك السلام فإذا دخل شخص سلم على أناس يأكلون يردون يقولون و عليك السلام بألسنتهم بارك الله فيك اشتركوا في القناة